السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال شباب شابكم بخير ورجعت لكم اليوم بحلقة جديدة في الحلقة اللي عناها لليوم رحين نشوف مباراة رهيبة جدا اللعبت بين بطل عالم ماغنوس كارسن وإيريك هانزن أحد أشهر اليوتيوبرز والستريمر أكيد بتعرفوه عنده قناة فيه فوق 200 ألف مشترك يمكن وصل 300 حتى وحتى كان من أكتر الناس اللي عملوا لي انسباييريشن هيك ويعني ألهموني أنه افتح قناة هيك وكان من المشجعين هيك انه تشوف ستريمر هيك شخص انت بتحبه فبصير انت بدك تصر نفسه فازل ماكتهر ممتع يعني ومسلية بنصحكم نشيكوا على قناة ولو دوحب بين خلونا نشوف المباراة الرهيبة اللي صارت مبارح مبارح كانت الجولة الثالثة أو عفوا كان اليوم الثالث وهي الجولة كانت الجولة رقم عشرة اليوم رح يكون آخر يوم من بطولة ايرتينكس ماسترز خلونا نشوف شو رح يصار باليوم الأخير او خلونا نشوف شو صار بهذه المباراة وبكرة نشوف شو صار باليوم الأخير ماغنوس كارسن بلابي اضبالش بنقلة الاي فور ايريك هانسن لعب الاي فايف اللي كتير رهيب انه الجيم هذا مدته ثلاثة وثلاثين نقلة لكن اللي نلعب بالجيم بس عشر نقلات كل الباقي الواحة وعشرين والاثنين وعشرين نقلة كانوا تيوري وتحضيرات وهلأ بحكي لكم شلون عرفت والدليل على كلامي الجيم كمل نات اف ثري مهجر بين لقل افايف نات على السي سكس حامي والبشوب بي فايف معنى الافتتاح الأسباني لو بتحب تتعلمه راح اترك لك رابط الفيديو تابعي بالوصف اي سكس اعطيني الفيل لحد الآن هاي كلاته نقلات ملعوبة متكررة كتير بشوب اي فور نات اف سكس تبيض قصير وبشوب على اي سابن روك على اي وان بي فايف عطيني الفيل بعد البشوب بي ثري دي سكس سي ثري سي ثري من النقلات اللي هارفها انه انا بمنع الحصاني يجي لهون او لهون وكمان نقلة وقائية لو انت بدك تجيني نات افايف انا ممكن اسحب فيلي على السي تو وما اعطيك فيلي ببلاش بعد السي ثري الجيم كمل تبيض قصير هو اتش اثري بدل الاتش اثري هالا اتش اثري هون اكتر نقلة ملعوبة وهي احسن نقلة فيكمان الترنت فيه خيار حلو شرس اللي هو الدي فور بس المشكلة انه فيه بشوب جي فور وبصرف هيك ربط مزعج فالبيض باخر الموضوع نقلة وبيلعب الاتش اثري وهي كل هاته نقلات وقائية الهدف منه انه انا اوكي يعني دي فور بتتم براستي لكن باخيره شوي مشان امنع خصمي من انه يلعب نقلات معينة امنع اهداف خصمي وخطط خصمي لكن خطتي باخيره وبتتم بالبال بعد الاتش اثري الجيم كمل نايت على ال اي فايف هالا الوضع نفسه السنة الماضية وصلوله كاراسن كان عمي العبد الهانسن بنفس السنة لكن ببطول اسمه بروليغ وهانسن نع بالناد بي 8 كانت مبارthing طبيelinة لكن بالاخر هايسن خسر بان يسمي انجوا لعب الناد ا 5 وهذه اسمه l Enough تمام طبعا هون اي نقلة هي Main Line ناط بي 8 برايار اسمه نات ا 5 هي باسمة امينة بلعب نات بي 8 في نات ا 5 يعني في اكتر نقلات لكن اريك هانسن اختار انه يلعب نات ا5 اعطيني الفيل تبعك اللي عرفه انه انا بدي حاول سيطر اكتر على خانة D4 وهي الفكرة من نايت على A5 الفيل او عفو الاحصان على C6 مانو تمام لانه مسكر عبير قسي فانا بحركه وكمان بدي العب C5 وحصاني بعد هيك ممكن انه انا جيبه على B7 او على C6 اراجعه يعني امره بعدين انا بتنحلى او حتى ممكن نحطه على C4 بعد C5 الجيم كمل D4 ناس ما قلنا الابيض بيخلي الفكرة باله صح انه بيلعب H3 و C3 لكن فكرة ضرب الوسط بتتم موجوده كوين على C7 غلط هون انه الاسود ياكل لازم يخلي التنشن موجود بالوسط فكوين على C7 مشان احمل E5 وامنع تكسير الوزراء اللي ممكن يصار على عمود D بعد الكوين على C7 الجيم كمل نات في D2 كارسن بدي يلعب المناورة المشهورة بروي لوبيس وهي نايت F1 نايت G3 نايت F5 ويحط احصان قوي جدا على هاري المربع الجيم كمل الآن CX-D4 لانه صار في شوية تاركتز على عمود C ممكن انه انا استغل له بعد CX-D4 الجيم كمل CX-D4 شغلة مهم ما بدي احكيه لو انت حدا يعني بتحب ال E4-E5 هون CD4 مانا اجبارية انت عندك الترنتف تاني اللي هو ترجع هلأ على C6 الابيض بيلعب D5 بترجع على ال D8 ومنوصل الى وضع كتير مجنون الاسود بعدين بيلعب نات E8 F6 نات F7 G6 نات G7 وبعنى بحاول اللعب ال F5 وبصر معنا اوضاع شوي بتشبه ال King's Indian Defense شوي من مبدأ فكرة ال F5 وهجوم عجناح الملك والPawn Structure يعني فيه شوي تشبه لو انت بتحب هاي الاوضاع ممكن تعمل experiment لهاي ال variation لكن CD4 نقله بتريح الوضاع اكتر هلأ هو لعب اركانس النات على C6 ضارب او ضغط على بينق D4 نات على ال B3 بحاول انه يحمد D4 ويفتح لفيله الاسود لانه الحصان هذا اللي موجود على ال B3 حامد D4 فالك خلينا نطرده ونلعب ال A5 اللي هدفه بدي العب A4 وبالانجليز يسموه اهل راس يعني معناها تحرش لكن بالشطرونج معناها انه يعني اضايق وهيك اشيله تمام فA5 بدي العب A4 اهل راس اللي حصان اللي على ال B3 بشب على ال E3 بهذا الوضع و A4 اعطيني الاحصان نايت بي على ال D2 ولعب بهذا الوضع نايت على ال B4 ونال بي 4 مهم انه هلأ تنلعب نقلة كتير ذكية لو هانا لعبت بشب بي 7 خاص ما يبلعب ليروكسي 1 نال بي 4 بيسحب فيرو وزيره مطلوب فلعبنات على ال B4 هلأ ما ادد الفيل ما عندك وقت يجيرك سوى انه باخل فيه وبصار عندي ميزة فيلين وال E4 بصار ضعيف ممكن لعب بشب بي 7 خوين سي 6 اتم اضغط على ال E4 وهاي من اهم افكار الاسؤول بهذه التفريع هنشوف شوه كمان بالجيم اريك هانسن تم يضغط على ال E4 لحد الان احنا بنقلقهم 16 بذكركم انه كل هاد كان فيوري وشي مدروس وكتير قامات ملعوبة قبل هيك ويعني اللاعبين ما عم يفكروا لحد الان هنين ماشيين على ال Main Lines تمام فبعد النات على ال B4 الجيم كمل بشب على ال B1 سحب فيلهم من التهديد لعب بشب على D7 A3 طارد الحصان رجع بالحصان تبع على ST6 وكوين على ال E2 مهدد بيدق ال B5 كوين على ال B7 حامي بشب على ال D3 مهدد بيدق ال B5 كمان مرة اجه روك على ال B8 حامي وبهذا الوضع صار معنى الجيم الجديد الجيمات اللي قبل كملت روك E C1 عفوا روك A C1 تمام القلعة هاي بحطها على عمود C لانه بديو حطها على عمود مفتوحة انشطة لكن كارسن لعب روك E على C1 النقلة هاي كانت غلطة وبعد هاي النقلة صار معنى جيم جديد هلأ مفروض انا احكي نفس اقادمتور and it was in this position that we have a complete new game لكن ما راح احكيه المهم بعد روك E C1 طبعا انا راح احكي لي انت شايف تحليل اقادمتور و جايت بتألل اقادمتور والله ما شفته ما عرف اصد زنزل جيم يعني بس انه هو معروف انه بيحكي هاي الفريز يعني بس هذا صار معنى جيم جديد المهم ليش روك E C1 ما انا نقل منيحة لانه القلعة هاي مهم انه تم حاميل E4 القلعة هاي نايمة بس حاميل E3 طب هو محمي طب ليش انا ما جيب هاي القلعة بصار عندي قلعتين جغالات وحتلاحظوا شون كارسن دفع ثمن هاي الغلطة وكان ثمن باهظ يعني نعب روك E C1 هون فورا اكل E-TXD4 اوكي انا صار عندي بيدقل 6 ضعيف لكن E4 على ضغط اكل نايمة XD4 نايمة على E5 اعطيني الفيل كمان صحيح لانه البي 5 على ضغط فانا بحميك نايمة E5 اعطيني الفيل بشبه على C2 ولعب هلأ روك على E8 اللي هي من النقلات اللي هارفة نسمى قلنا بضغط على E4 صح انه فيه هلأ بالطريق لكن بسحبه على F8 لو بدي بعدين ممكن حطوه على الجي 7 بعد روك على E8 اللي يكمل روك على E1 بحاول انه يرجع يحميه مشافينش لون روك E C1 اللي بالبداية كانت مضيعة وقت الابيض خسر نقلتين من وراها اتسكس بهذا الوضع عشان يمنع بشب على G5 عشان لما ايجي بشب F8 ما تطردني او ما يعني يتزعجني بي بشب G5 وتهارس النايت اللي على F6 الجي مكمل أتسكس روك A على D1 لكن الابيض كثير ضيع وقت بشب على F8 اللي اي فور على شوي ضغط لعب هون بشب على B1 مشان ممكن يحطوه على A2 ممكن انه هو بس يبعد عن اي مشاكل ممكن تصر على عمود C الجي مكمل B4 بحاول انه يفتح حمود B ويعمل اضعفات على جناح الوزير F4 بهذا الوضع طارد الاحصان من مكانه لكن بالمقابل F4 بتضعف بيدقل E4 اكتر نعت على الجي سكس بشب على D3 بي تيكس A3 بي تيكس A3 وهون اكوين على ال B2 مصدق او لا تصدق انه هون الابيض تقريبا وضع خساره ليش لانه بعد ال اكوين B2 انا مهدد كوين تيكس A3 و نايت تيكس A4 ليش ما راح ينفع تأكل لانه عندي كوين تيكس نايت وبكسب الجيم كمل روك على ال B1 مهدد الوزير وبهذا الوضع اللي بتنقله خورا فيه جدا نقله على متع الجب مبين هون انه انت مثلا مضطر تاكل على A3 و كارسن مثلا ممكن بعدها يكسر على B1 بعد يلعب E5 الاخر بيخسر بيدق ل A3 يعني كارسن لكن في نقله اقوى هون عن الاسود اللي هي نايت تيكس على الافور على متين تعجب الفكرة انه لو اكلت الحصان انا باكل معه شك بكون كسبت بيدق اه وزيري لساته ممتاز صح انه انت يعني ما وضع خسارة لكن في طريقك الى الخسارة لو اكلت وزيري انا باكل وزيرك مع تشك بعد ما تاكل بالطريقة اللي انت بتحبه باخد قلعتك وبصير عندي فرق وجندي زيادة وهذا الشي يعني انه وضع مكسب روك بي 1 كانت بلندر من كارسن لكن ما كان عنده خيار او ما كان عنده طريقة يحمي فيه كل هاي التهديدات اللي شفناها نايت تيكس F4 وكوين A3 فلعب روك على البي 1 نايت تيكس F4 نفس ما قلنا الوزير مطلوب رجع بالوزير تبعه للF1 وبهذا الوضع لعب كوين C3 ما رح تعرف تاكل هيك لانه فيلك طاير ما رح تعرف تاكل هيك لانه حصانك طاير القيم كمل بي شوب على البي 5 عساس انه هو الهون مهدد انه يأكله كوين تيكس والفيل هذا راح وما بعرف شو لكن بكل بساطة ايريك هانزن سحب فيله على الجي 6 او حسب صحب حصانه على الجي 6 وعنده بيدق كامل زيادة هون من كثر ما كارسن كان ضايق خلقه وما كان عارشو يلعب راح هو اللعب بي شوب تيكس A4 واستسلم ليش لانه فيه البلاش هلها الوضع كان خسارة كان خسارة لأسويل افضليته تقريبا 2.3 بس بي شوب تيكس A4 يعني كانت هيك نقلة مستعجلة لهيك او انه خلص يعني انه بدي استسلم ما عارف شو او يمكن ما انه شايف او فكروا بيدق بلاش ما بعارف شو كان صار بي كارسن لكن اه خسر القيم يعني ولعب بي شوب تيكس A4 هاي كانت الحلقة بصراحة مباراة كتير كتير رهيبة من ايريك هانزن يعني لعب مباراة ولا غلطة ناس ما بيحكوه اذا بس بدي اشيك على الاكوريسي تابعه الاكوريسي تابعه قديش 95.5 يعني بالمدرسة اشطر طالب عنا ما جابها المعدل رهيب رهيب كتير اه يعني ان شاء الله اه شنالله شو ان شاء الله بيعمل نتيجة حلوة كمان وبيستمر التألق تابعه عامل نتيجة ممتازة المركز الرابع هو حاليا وان شاء الله بكرا بنحكي لكم ما فاز بالبطولة شكراك ومشاهدة ومشوفوا ان شاء الله بالوجهات القادمة الى اللقاء جميعا سلاماتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة